هل سمعت من قبل عن جرثومة المعدة؟ وهل تعلم ما هي أعراض الإصابة بها؟ هذا ما سوف نعرفه معاً في هذا الفيديو بعد فاصل قصير سلام من الله عليكم متابعي قناة توبتنات تعد الإصابة بجرثومة المعدة أمر شائع جداً على الرغم من أن معظم المصابين لا يدركون إصابتهم بها وذلك لعدم ظهور الأعراض عليهم بسبب مقاومة الأشخاص الكبيرة للأعراض المرتبطة بها فجرثومة المعدة وهي نوع من أنواع البكتيريا التي يمكن لها أن تدخل الجسم وأن تعيش في الجهاز الهضمي وبعد سنوات عديدة يمكن أن تسبب القروح في بطانة المعدة أو في الجزء العلوي من الأمعاء دقيقة وتعتبر جرثومة المعدة شائعة جداً حيث يعاني حوالي ثلثي سكان العالم منها عند الإصابة بجرثومة المعدة يشعر المصاب بألم خفيف أو حارق في البطن عندما تكون المعدة فارغة مثل بين الوجبات أو في منتصف الليلة يمكن أن يستمر هذا الألم لبدع دقائق أو لساعات ويشعر المصاب بتحسن بعد تناول الطعام أو شرب الحليب أو تناول المضادات الحيوية من أهم أعراض جرثومة المعدة ما يلي التجشء المفرط الشعور بالانتفاخ الغثيان حرقة المعدة الحمى قلة شهية أو فقدان الشهية فقدان الوزن غير المبرر صعوبة في البلع فقر الدم ظهور دم في البراز مشاكل في التنفس الشعور بالتعب الشديد دون سبب ألم حاد في المعدة لون البشرة الفتحة ومع مرور الوقت يمكن أن تلاحظ ظهور هذه الأعراض ألم البطن أو تورمه عدم الشعور بالجوع أشعور بشبع بعد تناول وجبة صغيرة جدا القي مضاعفات الإصابة بجرثومة المعدة تشمل المضاعفات المرتبطة بالإصابة بجرثومة المعدة ما يلي القرحة حيث يصاب بها 10% من المصابين بجرثومة المعدة وذلك لأن البكتيريا تسبب ضرر للبطنة الواقية للمعدة والأمعاء الدقيقة التهاب بطنة المعدة فقد تسبب البكتيريا تهيج المعدة والتهابها سرطان المعدة تعتبر الإصابة بجرثومة المعدة أحد عوامل الخطر التي تزيد من فرصة الإصابة بسرطان المعدة إذا أعجبك الفيديو شاركه مع أصدقائك لتعم الفائدة على الجميع وندعوكم للإطلاع على الفيديوهات الظاهرة أمامكم ولا تنسوا الاشتراك بقناتنا وتفعيل جرس التنبيهات في أمان الله